لأجل غير مسمى وقعت الحكومة الفلبينية وجماعات مسلحة بقيادة الماويين اتفاقاً لوقف إطلاق النار بالعاصمة النرويجية وذلك في إطار مساعي إنهاء صراع استمر نحو خمسة عقود وأسفر عن مقتل أربعين ألف شخص على الأقل وبحسب مسؤولين فإن الاتفاق سيمدد هدنة سارت منذ مطلع الأسبوع الجاري تمهيداً لاجتماع أوسلو ليطلق أول جلسة مفاوضات رسمية بشأن الصراع منذ عام 2011 خوسي سيسون مؤسس الحزب الشيوعي الفلبيني المنفي قال إن الاتفاق يشمل جدولاً زمنياً لمحادثات تتعلق بإصلاحات سياسية واقتصادية وأخرى دستورية كما وضع مساراً يهدف إلى العفو عن المعتقلين السياسيين موضحاً أن هناك خطة واضحة لتسريع مفاوضات السلام مع الحكومة بينما تحدث الرئيس الفلبيني الجديد رودريغو دوتيرتي عن رغبته في إنهاء سريع للصراع الذي يعيق النمو الاقتصادية في البلاد وفي الثامن من أكتوبر القادم سيلتقي ممثلو الطرفين مجدداً في أوسلو التي لطالما لعبت دوراً محورياً في تسريع محادثات السلام بين الجانبين منذ عام 2001 هذا وتجري المفاوضات بشكل متقطع منذ عام 1986 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر